أهلا وسهلا بكم يبدو أننا سنبدأ دروسنا في دورة أساسية التصميم ببرنامج إنكسكايب مع سوبر ماريو لن نلعب لكننا سنحاول فهم لما هذه الصورة تبدو على هذا الشكل ولما هيئة سوبر ماريو تبدو كما هي الآن وكما تعودنا أن نلعبها حين كنا صغار فهم ذلك سيرجعنا لأحد أهم أساسية التصميم وهو الهدف من هذا الدرس هذا بالتحديد هو معرفة معنى التصميم النقطي ومعنى التصميم الشوائي أو المتجهي والفرق بينهما أنت كمبتدئ حين تريد البداية بالتصميم تكون أولى الأسئلة أو أحد أولى الأسئلة التي تطرح ما هو أفضل برنامج التصميم لكن قبل ذلك أعتقد أن هناك سؤال أو هناك شيء يجب أن تعرفه وهو أن هناك طريقين أو نوعين من التصميم هناك ما يسمى بتصميم النقطي بالإنجليزية Bitmap Design وما يسمى بالتصميم الشعاعي أو المتجهي بالإنجليزية Victoria Design نحن سنحاول فهم هذين النوعين بذلك سنوفر علينا بعض الوقت لإجابة عن السؤال ما هي البرامج الأفضل في التصميم وأي برنامج هو الأنسب لنا سنأخذ مثال تصميم سأقوم أو قمت بتصميمه ببرنامج خاص بالتصميم النقطي ونفس التصميم قمت بتصميمه ببرنامج خاص بالتصميم الشعاعي ونرى كيف يتعامل كل برنامج مع التصميم إذن المثال على برنامج خاص بالتصميم النقطي برنامج GAMP برنامج GAMP برنامج خاص بالتصميم النقطي برنامج Photoshop أيضا من نفس الفصيلة أي فصيلة البرامج الخاصة بالتصميم النقطي لما نقول تصميم نقطي؟ لاحظ مثلا معي هذا التصميم أنا حين قمت بتصميمه كيف قام برنامج GAMP برسمه؟ الطريقة هو أنه يقوم برسم جدول أو أن التصميم مكون من جدول هذا الجدول له طول وعرض ومكون من نقط صغيرة جدا موضوع الواحدة جنب الأخرى نقط صغيرة جدا خاصية هذه النقط أن لكل واحدة منها لون وحيد إذن هذا الشكل هو عبارة عن نقط صغيرة جدا موضوع الواحدة جنب الأخرى ولكل واحد منها نوع واحد لو لم تصدقونه يمكن أن نقوم بتجربة سأقوم بتكبير هذا الشكل أو هذا التصميم ونلاحظ هل ستبدأ تلك النقطات بالظهور لنا أولى بالفعل لاحظ أن هنا تظهر نقط أن تصميم مكون من نقط صغيرة على شكل مربعات هنا يظهر الفرق واضح بين النقط لأن هنا تغير في اللون وهنا في الوسط لدينا أيضا نقط صغيرة لكن نفس اللون لون أبيض فلا يبدو الفرق بينها هذه النقطات نسميها ببيكسل المصطلح المعتقد مألوف أو سمعتموه من قبل إلا ما يكون بصفة بيكسل فبصفة ميجابيكسل تسمعونه بكثرة في جودة الكاميرات وأهلات التصوير ميجابيكسل هي مليون بيكسل لاحظ معي أننا قمت بتكبير الشكل فجودته تأثرت أو تكبير التصميم تلك النقطة بدأت بالظهر إذن الشكل عبارة عن جدول لكل جدول من النقط موضوع الواحدة جانب الأخرى حتى أنتم يمكن أن تأخذوا فكرة عن كيفية تخزين هذه الصورة من طرف الكمبيوتر على شكل جدول لاحظ أني لو قمت مثلا أعطيتكم صورة هنا مثلا هذه الصورة هي على شكل جدول مقسم لخانات أو مربعات صغيرة لو كان صغيرة جدا يمكن أن نقول أنها نقاط لو أعطيتكم إحداثيات كل نقطة واللون الخاص بها مثلا قلت لك أن النقطة الموجودة هنا لها لون أبيض فلو أعطيتك تلك الخريطة يمكنك أنت أيضا رسم تلك رسم هذه الصورة باللون الذي أريد نفس الشيء بالنسبة للكمبيوتر هو أنه يقوم بتخزين إحداثيات كل النقطة واللون الخاص بها ويقوم بعد ذلك برسمها كما نلاحظ مثلا هنا المشكلة هو أن كلما كانت تلك النقطة كبيرة فبطرورة الملف الذي يحتويها أو الصورة يعني تكون تحتوي على معلومات كثيرة نقطة كثيرة تعني إحداثيات كثيرة وبالتالي تحتاج مساحة تخزين أكبر وهذا يرجعنا للصورة الأولى التي رأينا الصورة كانت صورة سيبر ماريو إذن قبل سنوات كانت هناك محدودة في أدوات التخزين وأيضا محدودة في تقنيات أخذ الصور وتصميمها هذا كان يقود إلى أن عدد البيكسل المكون للصور أنذاك كان صغير وبالتالي جودة الصور كانت ضعيفة أو كانت سيئة وهذا يفسر لما مثلا هنا سيبر ماريو يظهر على شكل مربعات صغيرة لأن البيكسل المكونة للصورة صغيرة وبالتالي تلك النقاط تبدو كبيرة جدا بحيث تظهر لنا أنها على شكل مربعات إذن كان هذا هو السبب الذي يجعل هذه الصور تبدو على هذا الشكل إذن شيء متعلق بطريقة تركيب الصورة لأنها شكل نقاط موضواج واحدة جنب الأخرى وحين تكون تلك النقاط الصغيرة فالتصميم يكون بجودة رديئة طيب هذا من نسبة لي تصاميم أو البرامج الخاصة بالتصميم النقاطي ماذا عن التصميم الشعاعي أو المتجيه سنأخذ مثال برنامج انكسكيب وبرنامج خاص بالتصميم الشعاعي أيضا برنامج Adobe Illustrator وأيضا برنامج خاص بالتصميم الشعاعي نسمي كما قلت بالإنجليزية Victoria Design نفس التصميم قمت بتصميمه الآن ببرنامج انكسكيب نقوم بتكبيره ونرى هل ستظهر لنا تلك النقاط أم لا إذن لا تظهر تلك النقاط السبب هو أن طريقة رسم برامج التصميم الشعاعي للتصميم تختلف لأنها تتعامل معها على أنها أشكال هندسية إذن هذا التصميم هو مجموعة من الأشكال أن الهندسية موضوع واحدة جنب الآخر ولكل شكل لهم معادلات هندسية أو متجهات هندسية لذا نسميه بالتصميم المتجهي أو التصميم الشعاعي تكبير أو تصغير التصميم لا يؤثر في جوداته أبدا لأنه ليس مكون من النقاط وإنما لهم معادلات هندسية مكونة من مسارات نقول متجهات هندسية إذن هذا أحد الفروقات المهمة أو الأساسية بين التصميم المتجهي والتصميم الشعاعي وكيفية تعامل البرامج الخاصة بالتصميم النقاطي والخاصة بالتصميم الشعاعي مع التصميم الآن يمكن أن أتحدث متى نستخدم أو متى نريد استخدام برامج خاصة بالتصميم أشواعي ومتى نريد استخدام برامج خاصة بالتصميم النقاطي تحديد ذلك يرجع للهدف الذي نريد الوصول له سأعطيكم الآن مجالات تستخدم فيها برامج التصميم النقاطي Bitmap Design ومجالات تستخدم فيها برامج التصميم أشواعي Victoria Design بكثرة التصميم أشواعي مثلا نستخدمه في تصميم شعارات نستخدمه في تصميم مكونات مواقع نستخدمه في تصميم ملصقات إشهارية لأن الحجم في الملصقات الإشهارية يكون كبير جدا والحجم في برامج التصميم أشواعي ليس بمشكلة يمكن أن نكبر أو نصغر التصميم دون أن نفقد أي شيء من جولته على عكس برامج التصميم النقاطي كما لاحظنا حين قمنا بتكبير التصميم يفقد جودته إذن ملصقات إشهارية يمكن أن نصمم خلفيات ببرامج التصميم أشواعي يمكن أن نصمم أيقونات يمكن أن نصمم شخصيات كارتونية كامكس من له تيما بهذا المجال أعتقد أن برامج التصميم أشواعي يمكن أن تكون الأنسب له برامج التصميم النقاطي هي الأنسب بالنسبة لمن يريد معالجة الصور يلتقد صور ويريد معالجتها فهي الأنسب لأنه صعب صعب تصميم أشياء طبيعية مثلاً كشخص طبيعي بأشكال هندسية إذن تبقى برامج التصميم النقاطي الأنسب في هذا المجال مجال معالجة الصور المجالات الأخرى أيضاً يمكن استعمال برامج التصميم النقاطي فيها لكن أعتقد أن برامج التصميم الشواعي الأنسب لها طيب الآن تحدثنا عن مجالات استخدام برامج التصميم النقاطي وبرامج التصميم الشواعي نحن اخترنا برامج أو اخترنا طريق التصميم الشرعي للأهداف أو بسبب أن الأهداف التي نريد الغصول لها توافق برامج التصميم الشرعي كل المجالات التي ذكرت خلفيات مكونات مواقع أيقونات شعارات هي من الأشياء التي سنحاول تصميمها في هذه الدورة لما برامج Inkscape بالضبط لأن هناك برامج عديدة كما قلت هناك Inkscape هناك برامج Adobe Illustrator مع المعتقد CorelDraw أيضا لكن أنا اخترت برامج Inkscape الآن سأعطيكم فقط نظرة بسيطة وفي أدرس مقبل سنتكلم عن Inkscape بالتصميم Inkscape اخترته لأنه مجاني مفتوح المصدر وأيضا لأنه متوفر على توزيعات لينيكس متوفر على ويندوز ومتوفر على الماك إذن يمكن للجميع استخدام هذا البرامج وأيضا سبب أساسي طبعا هو أنه برنامج جيد به أدوات وتقنيات جد ممتازة للتصميم في الدرس المقبل نبدأ أو نتحدث عن Inkscape بتفصيل نتحدث عن كيفية تحميله سواء على توزيعات لينيكس أو الويندوز أو الماك وأولى المنوالات التي يمكن أن نقوم بها عليه إذن نلتقي في الدرس المقبل إن شاء الله إلى الآن ترجمة نانسي قنقر